سقطر تتجه نحو المزيد من تكريس النفوذ العسكري للتحالف وسط تبدل وصف بالصوري لشكل هذا النفوذ وهويته فكما هو معلن توصلت الحكومة والتحالف وبواساطة سعودية الاتفاق قضى بإزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودات عمل القوات الأمنية في المطار والميناء وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة في إشارة إلى القوات الإماراتية وقضى الاتفاق أيضا بتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل والبدء بتنمية وإيغاثة شاملتين للجزيرة تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية في كل المديريات والجزر التابعة للأرخبيل بدعم من المملكة العربية السعودية لكن هذا الاتفاق الذي وردت تفاصيله في ثنايا البيان الذي بثته نسخة الحكومة الشرعية من وكالة الأنباء اليمنية لم يتضمن أي تأشارة إلى استبدال قوات بقوات لذا جاء نبأ وصول القوات السعودية إلى أرخبيل سقطرة عبر وسائل الإعلام السعودية مشفوعا بمبررات أثارت المزيد من الجدل حول دوافع وجود قوات بهذا الحجم في أرخبيل مسالم وأولوياته تنموية واقتصادية بالأساس فخلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور رحمة عبد بن دغر لرئيس وأعضاء اللجنة العسكرية السعودية اليمنية في أرخبيل سقطرة مساء الأحد بدأت القوات السعودية بالتوفد جوا إلى الأرخبيل عبر جسر جويا تفيد أنباء ذات مصداقية بأنه يشمل 14 طائرة نقل تابعة لسلاح الجو السعودي الذريعة المعلنة لذهاب هذه القوات إلى أرخبيل سقطرة هو تدريب الوحدات اليمنية على مكافحة الإرهاب في أرخبيل ينعم بالاستقرار ولم يسجل فيه أي تواجد لتنظيمات إرهابية وفقا للمراقبين تلقى مشروع التوسع الإماراتي بشقيها العسكري والمدني ضربة معنوية في سقطرة ساحة المواجهة الأكثر حساسية بين السلطة الشرعية وقيادة أبو ظبي الطامحة إلى بناء نفوذ أمبراطوري على حساب اليمن المثقل بالحروب والأزمات لكن أزمة الأرخبيل يبدو أنها مرشحة إلى المزيد من التعقيد في ظل بقاء عقدة التواجد العسكري للتحالف دون حل على نحو يبقي سيادة الدولة اليمنية على أراضيها رهناً بالأجندة المتناقضة لتحالف يبدو أنه لم يعد مكترثاً للأهداف التي جاء من أجلها إلى اليمن